موسيقى زير الموارد المائية مهدي رشيد يصل إلى محافظة ديقار لدعم الزراعة والأهوار وإذارة الموارد المائية وتحسين نوعية المياه القادمة للمحافظة زيارة وصفت بالمهمة لوزير الموارد المائية إلى محافظة ديقار وضعت خلالها ملفات مختلفة على طاولة النقاش تصدرتها دعم الأهوار وديممة إبقائها ضمن اللائحة الدولية وتقليل الملوحة ورفع جودة المياه الداخلة إلى المحافظة لتحسين الواقع الزراعي نجاحنا في إدارة الموارد المائية وتأمين الحصص المائية إلى محافظة الزيقار التي تعتبر من ذنائب نهر الفرات دليل على نجاحنا في إدارة الوزارة حقيقة لأنه اهتمام بالمحافظات التي تقع في الذنائب هو عامل مساعد كبير وأيضا حريصين على موضوع الحفاظ على الأهوار كجزء من التراث العالمي وتحسين نوعية المياه وإدامتها تطوير العمل في إطار الموارد المائية والزراعة وأبدأ استعداده كما أنه سيعمل جاهدا من أجل إيجاد دراسة بخصوص بعض المتعلقات التي تنمي من العمل داخل المحافظة في إطار الإطلاقات المائية وإيجاد مياه كافية في داخل المحافظة وزارة الموارد المائية والمحافظة اتفق على تشكيل لجان المشتركة تكون في حالة إنعقاد بشكل دائم تعمل على إدارة المياه وتقليل الضائعات والهدر وتأمين الحصة المائية المطلوبة للمحافظة هذه الزيارة مهمة جدا أنها ستضع الأسس الأساسية لكيفية معالجة هذه المشاكل ومتابعتها مستقبلا لتحسين الظروف الطبيعية لغرض إنعاش الأهوار الاهتمام بالأهوار والزراعة وتقليل الملوحة وإدارة المياه أهم الملفات التي بحثتها وزارة الموارد المائية في المحافظة من مدينة النصرية لؤير رفاعي العراقية الإخبارية